السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتابعين الأعزاء أهلا بكم مع معلومة جديدة في عالم زراعة أشجار الفكهة مع قناتكم جروتري النهاردة سنتعلم مع بعض طريق الزراعة شجرة الموز أو فاكهة الموز زي ما إحنا شايفين موز إحنا زراعينه على جنب مصرف الزراعي إحنا بنروي الغامر في الأرض ديت فلازم مع راي الغامر بنحفر مصرف زراعي فعلشان كده احنا بنستغل النقطة ديت فإن احنا بنزرع موز على جنب المصرف يعني إذا استخدام للبيت مش ربح اقتصادي فإحنا بنزرع على المصرف شجر موز لاستهلاك البيت ونتعلم في الفيديو ده طريقة زراعة شجرة الموز هي شجرة الموز ونزرعها من خلال الفسائل زي النخيل بالضبط وقبل ما نزرع شجرة الموز لازم نعرف إن شجرة الموز محبة جداً للمياه علشان كده احنا بنزرعها على جنب المصرف محبة جداً للمياه وشارهة جداً للأسمدة الكيميائية وطبعاً وطبعاً إحنا ما نعرفش نسمد هنا إحنا بنسمد جميع الأسمدة اللي إحنا بنحطها في الأرض الغمر بتنزل في المصرف شجرة الموز بتتغذى عليها يعني جميع المغزيات بتنزل أصلاً في المصرف فعلشان كده هي شارهة جداً للأسمدة وشديدة الإصابة بالأعفان أعفان الجزور وشديدة الإصابة بالنماتودة لازم نعرف هذه الحاجات قبل أن نزرع لأنه بالطريقة دي إحنا يعني شجرة الموز بتجيب إنتاج كويس في خلال سبع سنين إنتاج كويس وبعد كده يتراجع علشان إحنا ما بنعرفش إن نسمد نماتودة أو أعفان إحنا بنجيب فسيلة زي اللي قدامنا ديت نجيب فسيلة أي فسيلة عندنا ويستحسن إنها تكون حجمها متوسط زي اللي قدامنا نحن بنفصل الفسيلة بأي طريقة عندنا سواء فصلها بمنشار منشار اللي نستخدمه في التعليم أو ممكن نفصلها بفاس أو أي حاجة عندنا نفصلها عن الأم وأهم حاجة يكون فيها ولو حتى جزر واحد وبنقص الأوراق زي ما احنا شايفين بنقص جميع الأوراق ما عدا القمة النامية آخر ورقة اللي هي القمة النامية ما بنقصهاش جميع الأوراق بنقصها كده الفسيلة جاهزة إن هي نزرعها في الجورة أو في الحفرة بنجاهز الحفرة وبنزرع ونردم حوالي الساق ونردم حوالي الساق ونضغط حوالي الساق ونضغط الطربة علشان نفرغ الهواء وتنجح عملية الزراعة عملية زراعة الموز سهلة جدا أسهل ما يكون أهم شيء في الفسيلة يكون فيها ولو جزر واحد لو فيها جزر واحد هتنفع إن شاء الله 100% ما فيش نسبة فشل بإذن الله جميع الفسائل بتنجح بس نختار فسيلة طبعا ما يكونش فيها في آخرها صباطة لأنها كده انتهت لكن أي فسيلة فيها الصباطة تنفع بس يفضل لأننا نجيب فسائل حجمها متوسط زي اللي قدامنا لشان يكون نموها قوي وطبعا ما هي بتولد معنا مع تقدم العمر بتولد معنا فسائل تانية ممكن ننقلها أو بتجيب بعد كده صباطة إن شاء الله بعد زراعة الفسيلة هتنتج معنا سمار في خلال سنة واحدة بإذن الله بتنتج معنا صباطة موز دي عملية الزراعة ببساطة لو إحنا هنزراعها في البيت أو في أي مكان مش على مصرف نهتم إن احنا نسمدها تسميد عضوي في الشتاء وتسميد كيماوي لأن شجرة الموز شالها جدا للتسميد الكيماوي ويعني يستحصل أنا سميدها كل سنة مثلا تسميدة عفان جزور لأن ده إن الموز شديد الإصابة جدا بالنماتودة وعفان الجزور بس أهم شيء في زراعة الموز هو الري المستمر الموز شارع جدا للمياه علشان كده احنا بنزراعه على المصارف علشان ما نستهلكش مياه في ظل ندرة المياه فأحنا ننصح أن نزراعه مثلا على مصرف أو أي شيء من هذا القبيل أتمنى أقدمت معلومة مفيدة دمتم في رعاة الله وأمنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته